كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل انظروا إلى هذه الكلمات الرائعة أيها الأحبة كم تغير حياتك نحن اليوم فقدنا هذه النصيحة النبوية الرائعة التي هي سر سعادة النبي صلى الله عليه وسلم سر اطمئنانه سر أنه كان يعفو كان يتسامح كان يحب الخير كان لا يحزن على نفسه كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تفاؤلا لماذا؟ لأنه طبق هذا الحديث دعوني أتأمل معكم ما معنى كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الحقيقة أنت عندما تذهب أخي الحبيب في رحلة لمدة يوم لابد أن تصادفك مشاكل تتعطل سيارتك يصيبك مثلا حادث بسيط تتعرض لجوع لعطش إذا لم يكن معك المأونة والزاد أو المال تتعرض لمشكلة من قبل شخص فيسيء إليك شخص يسيء إليك مثلا فأنت في هذه الحالة كيف تمارس سلوكك؟ السلوك ما هو؟ غالبا تقول أنا سأعود بعد ساعة أو ساعتين لا داعي لأن أتابع لن أرد عليه أصلا لن أكترث لن أهتم هذه الصعوبة ساعة وستنتهي وأعود إذن في حالة السفر المؤقت رحلة أو سفر السلوك الإنسان يختلف مختلف عما يكون فيه في حالته الطبيعية إذا أساء إليه أحد ربما يفكر بالانتقام يقول أنا غدا سأنتقم غدا سأفعل كذا غدا سأقوم بكذا إذا أذاه أحد أو تسبب بمشكلة له يمكن أن يجلس شهر يجلس شهرا وهو يفكر ويضيع وقته في هذه الأمور طيب ما الفرق بين هذا السلوك وهذا السلوك؟ النبي أراد لنا أن نعيش في هذه الدنيا كن في هذه الدنيا كأنك غريب يعني كأن هذه الدنيا هي ساعة وبالفعل هي كذلك أيها الأحبة ولكن نحن غافلون عنها ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة إذن الدنيا حتى لو عشت مئة سنة هي عبارة عن ساعة واحدة فقط من ساعات يوم القيامة وهذا منطقي لأن يوم القيامة يمتد لخمسين ألف سنة يوم واحد فقارن هذا اليوم الذي هو خمسين ألف سنة بحياتك الدنيا هنا التي هي خمسين أو مئة سنة كم الفرق؟ إذن أنت تعيش دقائق هذه الدنيا هي دقائق فقط تعيشها طيب هذا السلوك لو تبنيت حديث النبي وقلت أنا سأعتبر نفسي كأنني غريب أو عابر السبيل السبيل هو الذي يمر من منطقة السبيل هو الطريق يعني يمر ربما يجلس لساعة ساعتين يوم يومين ثم يمضي لأنه ليس من أهل المكان مثل أنت إذا سافرت إلى بلد في رحلة معينة ثم عدت فهذا يعني كأنك غريب هناك وكلمة غريب هنا أخي الحبيب تعطيك إيحاء أن الغربة يعني كأنك لا تعرف أحدا يعني عش حياتك اعتمد على نفسك النبي يقول لك لن ينفعك إلا عملك أنت لن ينفعك فلان ولا فلان ولن ينفعك المال لن ينفعك الدعم الذي تتلقاه في الدنيا في الآخرة لا يوجد هذا الكلام أبدا في الآخرة والوزن يوم إذن الحق أعمالك الصالحة هي الميزان يومان هي التي تحدد مصيرك وبالتالي من فوائد أن تعيش في هذه الدنيا غريب أو عبر سبيل أنك ستخفف مشاكلك مع الآخرين إلى الحد الأدنى لأنك أي مشكلة ستحصل معك وبخاصة داخل بيتك يعني انظروا معي أحبة ديف الله معظم المشاكل الزوجية أنا أؤكد لكم أن الزوج والزوجة إذا طبقا هذا الحديث ستنتهي وأقول لكم بنسبة 99% لماذا؟ لأن الزوج والزوجة غالبا أثناء المشاكل كل واحد يتمسك برأيه وكل واحد لديه وجهة نظر وكل واحد يريد أن يذل الآخر أو يقنع الآخر أو يتغلب هكذا تكون لأنه يعتقد أن الحياة طويلة وممتدة ولا نهاية لها بينما إذا اعتبر أنه سيعيش ساعة فقط ثم يموت سيقول لماذا أنا أعمل مشاكل وأتعب رأسي وأجهد نفسي لا لا أنا سأموت بعد قليل وبالتالي ستحل جميع المشاكل في حياتك بمجرد أنك طبقت هذه النصيحة النبوية كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل الشيء الثاني أيها الأحبة نحن الآن نلهث وراء الدنيا نلهث فتجد أحدنا يعمل ليلة نهارا ويتعب من أجل أن يجمع القليل من المال ثم يموت يترك المال يترك كل أعماله وراءه الشهادات والعلم وما بناه وما كله سيتركه وقد يذهب فجأة على فكرة لأن موت الفجأة كثر هذه الأيام أيها الأحبة فالإنسان لا يدري ماذا يكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت قد تموت غدا إذن كل ما بنيته وأسسته ذهب طيب إذا كان لديك ثقافة الغريب ثقافة عابر السبيل يمكن أن أسميها هكذا هل سيختلف سلوكك نعم لن تبني للدنيا ستبني للآخرة ولكن أنت س تبني في الدنيا أشياء تنفعك في الآخرة ستبني شيء لإطعام الفقراء إذا كان لديك المال ستبني أخلاقا حسنة لأنك تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ستبني التسامح ستبني التفاؤل ستبني في هذه الدنيا تغرس العمل الصالح لأنك ستنتفع به وبالتالي ستتحول من إنسان طماع محب للدنيا ولو على حساب الآخرين مهمل لأهله لأولاده حتى مهمل لنفسه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ينسى الله ينسى نفسه ينسى كل شيء فقط المال 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 الجمع الدنيا يلهث يلهث وفي النهاية يموت ويترك كل شيء ويكون مصيره أسود للأسف إذا لم يكن لديه من الأعمال الصالحة طيب لماذا تضع نفسك في هذا الموقف طبق هذا الحديث قل أنا سأستجيب لنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحبني ويريد لي الخير كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فسأكون غريبا في هذه الدنيا أعتمد على نفسي وأعتبر أن هذه الدنيا قصيرة وأنني في أي لحظة سأموت يعني غدا يمكن أن أموت طيب ماذا أعدد لما بعد الموت مباشرة إذا كان علي يدين سأقضيه لن أستطيع أن أنام علي ديون إذا كنت قد أكلت الربا أبتعد عنه أتوب إلى الله إذا كنت تسببت في أذى لأحد أحاول أن أطلب منه أن يسامحني إذا كنت مثلا يعني في حالة غضب من الآخرين سأتسامح سأقول أنا غدا سأموت يعني فماذا سأجني من هذا الغضب وهذا الانتقام وهذا الكلام إلى آخره يعني فتجد أن هذا الحديث يحسن سلوكك يقوم حياتك يغير حياتك ولكن نحو السعادة على فكرة وليس نحو التعاسة لأن الذي يستعد للموت دائما دائما في حالة استعداد للموت هذا الإنسان تجده سعيدا في الدنيا مرتاح مطمئن لذلك قالت تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا فلنحيينه حياة طيبة طيبة حياة طيبة هذا في الدنيا طيب ماذا عن الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذن هذا الحديث أخي الحبيب طبقه لتغير حياتك لتكسب مزيدا من السعادة والأهم من ذلك لتضمن الآخرة لأنك بمجرد أن اعتبرت أن هذه الدنيا طويلة جدا هلكت يجب أن تعتبر أن هذه الدنيا قصيرة وأنك من الممكن أن تموت في أي لحظة فأنت غريب وستعود إلى الحياة الحقيقية وهي حياة البرزخ لأن حياتنا هنا أيها الأحبة هي حياة وهمية هي حياة مؤقتة حياتك الحقيقية صدقني تبدأ بعد الموت وليس قبل الموت بعد الموت تبدأ الحياة الحقيقية إما جنة وإما عذاب لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه النصائح النبوية الرائعة وأن يعيننا على تطبيقها في حياتنا وأن يجعلنا مطمئنين بذكره عز وجل فهو القائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Κάτω